السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهر باركم لبنات كنتم بنا تكونوا مزيانين وبأحواك جيدة يوم شاء الله غدا نتقاسم معكم واحد الوصفة اللي هي بسيطة بثاف وسهلة وفي متناول جميع يعني اي واحد هكا بغي يستعملها في الغداء او الفلشة كالجيزوينة بثاف والديدة وبمكونات اللي هي جد بسيطة يعني ما كتطلبش بزيطة ديال الوقت وكتتحضر في دقائق وكما غير رحبكم كاملين لبنات اللي عنده مجدد كنتمنا انكم تضغطوا لزر احمل الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد ودعبا غادي ندوزو باش شوفوا المقادر غادي نتاخدوا حبات ديالباطاطات قريبا خمسة ولاستة ديالحبات لحساب عدد الاشخاص او لحساب المقلة ديالكم مش كبيرة ولا صغيرة عندي القليل من الزيت شوية ديال فلفل ابيض الملح والفرماج موزاريلا وعندي مع القادية الزبدة اللي غنستعمل منه غير واحد طريف صغير اللي مشي كلها يعني غير طريف صغير اللي غنستعمل وعندي بطبيعة الحال حكاكة اللي غدا نحك فيها هاد البطاطا والفرماج مشي بالضرورة تستعملوا هذا يعني اي فرماج عندكم يمكن لكم تستعملوه انا عندي هادك يعني كيكون يعني قطعة كبيرة غدا نقطعو شرائح ويمكن لكم تستعملو بحل هذا الفرماج اللي وريتكم يعني فرماج عادي وغعدا ندوز دابا باش نحك البطاطا يعني خصا تكون محكوكة هكا يمكن لكم تديروها في الحكاكة اللي يكونوا عندها عينين كبار او لا هاد الحكاكة اللي كيكونوا تكون رقيقة انا فضلت هادي صار ححتها يكا جي مزيانة وبطاطا بسرعة كتنساجم مع بعضها كنحاول نضغط عليها شوية بيديها وغعدا نصفيها من الماء يعني نضغط عليها باش يحيد منها ذاك الماء التي يكون فيها الداخل ونتخلص منو وكنحطها في إناء هكا في الشنب ديالي وهذا البرنات هاد الوصفة كي تجيزوينة بزاف والديدة كي ما قلت لكم يمكن لكم تديروها في الغداء خصوصا الناس اللي مكيبغوش هكا يأكلوا اللوحم رها وصفة غنية وصحية لأنها ما فيها شي حاجة يعني اللي خصوصا الناس اللي ما عندهم مش مشكيل هكا من من ناشويات أكيد رها كتبقى صحية لهم واللي كتكون عنده حساسية من ناشا أو من هاتشي ممكن لي ما يستعمل هاش ممكن لي هيدر اي خضرة يعني هالطريق اي يطبقوا على خضرة اخرى يعني يفحل القرعال خيزو هادا فتاهم ما رك يجوز وينين وغعدا كي ما لاحطو كان نضغط عليها حتى كان نتخلص من ذاك الماء كامل اللي تيكون في البطاطة لاحطوا معي هنا يعني اللي كان فيها كله حيتو يعني كما غير نضغط بيدها كتاكي حيت وغادا ندوز ده باش نوضع تتبيلة ديالها اللي هي بتوابل اللي غير الملحة والفلفل أبيض أو الأسود فقط يعني ممكن حتى شينكها يعني ما فيها هاش بزاف ديال ديال المكونات غير الملحة والفلفل أبيض يعني راها تقريبا متواجد في كل بيوت هادو هما الاساسيات اللي تيكون عندنا في الدار وكا نحاول نخلطها كالطاطة بزيان باش تاخد ديالنك هادية ديال الملحة والفلفل الأسود أو الأبيض وغادا نقطع هاد القطع هاد المتزاري اللي هاك شرائح اللي تكونها لقيقة راحدوا معي والبنات سيمكن لكم اللي ما عندوش هاد الفرماج هادا يمكن ليستعمل اي فرماج غعب يعني اي حاجة عندكم غير هادا كيختالف كيعطي واحد اللدة هنا هادا تقريبا ساليت قطعت شرائح كلهم وهاداك الجزء هاداك هاداك اللي وريتكم في اللور الفرماج اللي وريتكم في اللور ها مستعملتوش كامل غير واحد شوية غير المص دياله واختيت من قلاء وضعت على النار ودرت طريف ديال الزبدة اللي صغير وتقريبا اي شي ثلاثات المعالق ديول الزيت وكندير على النار اللي تكون اي متوسطة اي حتى المهيلة يعني ماشي مجهدة باش هكا البطاطة ديالي طيب عنا مهل وكتجي محمرة ما كتجيش محروقة ومن بعدها مباشرة كنندير نص ديال البطاطة اللي عندي كنسرحة في المقلة هكا في القاع ديالها نحاول نبز طعم زيان تقعد من جناب وفي الواسط يعني ما نخليش فراغات ومن بعدها كنوضع شرائح ديال الفرماج هكا في الواسط وكندير طبقة تانية ديال البطاطة حتى يب نفس الطريقة كنحاول نقات جناب وكان قاعد جميل فراغات ما كنخليهمش والطريقة البنات اللي هي جد بسيطة يعني يسكون عندك غير البطاطة راكي البنات اللي ما عندوش فرماج غاي يمكن يستعمل فرماج مطلاتات او لاي نكا او لايمكن لكم تستعملوا مثلا الطون في الواسط مع شي شرمولة وديروا مع احتاية الفرماج او لا تديروا الكفتة في الواسط ديالها او لا ذاك الشي اللي حسب انا بغيت نديرها يعني بمكونات بسيطة في متناول جميع يعني ما نعقدوش الوصفة نديروا كفتة او لا طون او لا كين بزادي البنات قدر يكون ما عندهمش يعني كنقلبوا على كل ما هو بسيط وهذه البنات انا استعملتها هكا في وقدرت انا لقوتين كليكم تديروها اللي عشال لغدارها كتشفة يعني ماشي بطاطا ركو عارفين يعني فيها انشاء وقلبت لاحظوا معايا قلبت هالخبزة هادي ديال البطاطا وزيت تعود شوية ديال الزيت غي شوية تقريبا جوجد المعالقة ديال الزيت وقلبتها لاحظوا كيف اجه الشكل ديالة كجيزوينة وما كتعدبش ما كتلسق محتاش حاجة ودائما تبقى يعني تستعملوا هاكا المقلات اللي كيكونوا ما كيلسقوش ما كيعدبوكنش لاحظوا معايا هنا كيفها جات كجيزوينة البنات كنتمنى انكم تجربوها اكيد غيرت تعجبكم لانها وصفة متكاملة يمكن لكم تقدموها هالشاي او مع مشروبات اللي بغيتو وهنا البنات كنتمنى ان الوصفة اللي قدمت لكم اليوم انها تعجبكم وإلى عجباتكم اكيد كيف ديما ما تبخلوش الياب للايك اللي كيحفزوني وبغتاج مع الاصدقاء والاحباب باش هكا كانت قا دائما نبغتاج معكم وصفات اللي تكون بسيطة ومميزة اكيد وكان قلب على كل ما هو جديد باش نتقسم معكم وانتلقوا ان شاء الله فيديو اخر وبسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة